لتختتم أطوار الجولة الأولى تحت عنوان البيض مع انطلاقة الشوطى الثاني بدت كتيبة مدينة النخيل أكثر تحركا داخل المستطيل الأخضر وهو ما تمتلا في محاولة كمال البرودي التي لم يكتب لها النجاح ليعود اللعب نفسه في حدود الدقيقة الثانية والثمانين معيدا المحاولة لكن دون جدوى تغييرات المدرب الويلزي جون تشاك لم تؤتي أكلها بالمقابل أفلح المدرب حسن بن عبيشا في آخر تغيير أجراها بدخول اللعب رضالله الغزوفي الذي أرضى محبي القلعة المراكشية بتوقيع الهدف الأول والوحيد في اللقاء مقبرا أمالا وأحلام الحمر في الظفار بنتيجة المواجهة وتنتهي فصول اللقاء بفوز الكوكب المراكشي بهدف دون مقابل على حساب الوداد الرياضي الأخير كلفته الخسارة التنحي عن السدارة لفائدة الفتح الرباطي فهذا اللي تعتلينا في آخر مقابلة فكنضن بأنه هذا انتصار كندي والجمهور ونتمنى إن شاء الله في المقابلة الجايين نكونوا بحماس بحلوكو وكما كنت لك فكنشكر الجماهير ففارق الوداد كيب قديم فارق كبير فكنضن بأنه الفارق بينه بين الصفتاني فكنضن بأنه مرح ولكن حلينا كان علينا ضروري باش ننتصروا في هذه المقابلة والحمد لله خلقين لتلاتة نقاط ولكن نتمنى إن شاء الله أن العابي يبقى مركزين في مقابلة المقبلة دي البطولة إن شاء الله هذا وتنتظر الوداد الرياضي مبارتين ناقصتين توضح نتيجتهم الرؤية أكثر على مستوى تحديد هوية البطل المفترض في نسخة مفتوحة على كل الاحتمالات